سقطرة، الجزيرة الملاقبة بقلبغوس المحيط الهندي لجمالها الطبيعي الخاص تعيش وضعاً معيشياً مزرياً وتمر بأسوأ مرحلة تاريخية نتيجة تدهور الوضع الإنساني وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانقطاع الرواتب إضافة للممارسة غير القانونية التي يمارسها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً حيث أقدمت قوات تابعة له مؤخراً على إغلاق محلات تجارية في محافظة سقطرة بعد رفض ملاكها دفع إتاوات وجبايات غير القانونية القوات ذاتها اعتادت ومنذ سيطارة الانتقالي فرض إتاوات شهرية على التجار في المدينة وإلزام المواطنين بدفعها مطلع كل شهر بحسب مصادر محلية الإغلاق جاء هذه المرة في العاصمة تحديبو بعد رفض التجار دفع أي مبالغ غير قانونية أرغب لسقطرة بحسب مراقبين لا يزال يعاني من الانتهاكات والممارسة غير القانونية التي ينتهجها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً المجلس الانتقالي ومنذ سيطرته على المحافظة في يونيو 2020 أنشأ معسكرات خارج إطار الشرعية تعزيزاً لتواجد قواته في المنطقة كما اعتقل مسؤولين حكوميين ومارس سياسة المداهمة لعدد من المكاتب والمرافق الحكومية عرض عسكري هنا نظمه المجلس الانتقالي في الأرخبيل بمناسبة مرور عامين على سيطرته وإخراج السلطة المحلية بالقوة تزامنت مع تصاعد السخط الشعبي جراء ترد الوضع المعيشي والخدمي والفراغ الإداري في المحافظة لكن مع كل هذا السخط تصل شحنة آليات عسكرية من الإمارات لقوات المجلس الانتقالي المتمركزة في معسكر قوات البحرية بسقطرة وذلك بعد أيام من وصول آليات عسكرية ثقيلة على متن إحدى سفن ميناء الأرخبيل واستغهاب وصمت بالحكومة الشرعية ترجمة نانسي قنقر